موسيقى موسيقى حسنا جدي تطلب لbekommate عندما تريد مثلا موسيقى موسيقى لذا انفوق يخدر نحن نشاهده بثاف واليوم سراحة ندويه على واحد الشيء من الـ AI اللي هو speech recognition سراحة كنشوفه بثاف الاسستانت في الناس في التليفون ويعني فيما كان نخدمه بسيري, آلكسا جوجل, جوجل أسيستانس دونك هنا يعني اليوم ندوي على واحد كيفاش الناس واحد شباب استغلوا هدو وخرجوا واحد سوليوسيون تطهيل أب أول حاجة قبل يعني تهو مليهم الشوك دونك الشوك العبداللطيف عبدالفتاح اللي هو software engineer في تويتر آنس أبو اللبن تهو software engineer في أمازون ومحمد موسى software engineer في ميتا هدو الناس اللي استغلوا صراحة المكانة ديالهم و الإكسperience ديالهم وخرجوا إن أبليكاسون كتدير تصحيح ديال القرآن رسيتيشن دونك نبدأوا ندوي على الأبليكاسون ديالنا دونك ليه هي ترتيل أب ترتيل أب هي واحد الأبليكاسون كتدير ترتيك رسيتيشن ديالك دونك أنت كتقلا هي كتدير ترتيك ديالك طبيعي الحال يعني كتعتمد على رسيتيشن كتدير ترتيك الميستيك ديالك يعني إلى خطأ يعني هذي مزيانة تل فور نون آرابيك سبيكرز إلى أي خطأ دارو دونك تقدر تصحولي في البلاصة هو كيقرأ قرآن باش يقرأ قرآن طريقة صحيحة أيضا وبنسبة الناس اللي كيحفظوا هل بيوميوريز قرآن يعني إلكتك تحفظ كتقدر تضرق القرآن وتبدأ تعرض وهي كتصح لك وإلا كانت مستيك كتقدر تعتك واحد الفيلباك وأيضا تقدر تكون فورش قرآن بحل شزام اللي كتدار غالبا في الموسيقى دونك تقدر أي آية سمعتها من أي مقرأ تقدر يعني تجبد ترتيل أب يعني تلونسي يعني search وفي البلاسة تعتك الأية بالضبط دونك هنا واحد السيمبل يعني ID على application كيفاش خدامها على يصلك automatic recitation وعليمين automatic memorization إلا بدأت بالعليمين يعني القرآن بالضبط الإنسان يقدر يعني عادي عرض وهي كتبقى متببع إلا كان شي ميسيك كتبق تحيلايتيها بال الريد كولر ولكن شي حاجة صحيحة لكتبق دقري على اليسار إلا كتي مثلا غير كتبق هي كتبق تبق مع كتبق قراء دي لك حسنو هنا صراحة الناس غير ترحل السؤال أو السؤال صراحة حاوث نتذق لي هو أول حاجة كيفاش خدام ترتيل دونك قبل ما ندوب على كيفاش خدام ترتيل يعني حاجة دونك artificial intelligence هي لما الماشين كتولي كتصول في problems as a human يعني بحال human يعني بحال إنسان كحال مشكل يعني كتوصل لواحد مستوى تقضل تحل مشكل بحال إنسان كحال و هاد شي كتستعمله يعني اللي كخل لنا نوصل لهذا اللي هو الماشين learning الماشين هو اللي كخل لنا نعلم الماشين كيفاش تسلو هاد problems دونك أجلب لنا أزدد لنا هاد machine learning for example simple واحد اللي هو sample الإيماج اللي علم دينا هي إيماج دي الشجرة حال لدي باش تدتكتو الشجرة ما كانش بإمكاننا نديرو هاد القرية فو كهدو كل متود اللي خدام مين في program ماشين sample ميمكنش أنه تقول إلي صفيرة في غصن وأوراق بحكم يعني تابوتو دي الدور في غصن وأوراق لذا ما كانش واحد لنموذج معين لذا المشي اللي لون هنا تقدر هي تتعلم يعني من واحد بزاف دي إيماج دي الشجر و انسويت كتعطيها إيماج دي الشجر كتعرفها لذا هادي واحد لانتخو لكسون جنرال على AI فيها بزاف ميدال فيها بزاف الارغوليثم الناس يعني الناس ما بزاف دو عليها اليوم في بلا بلا كون يعني اللي بغير يستفيد دون احنا اليوم ردي نتكنسطر على speech recognition automatic speech recognition اللي هو ACR دون ACR هو اللي كيحول لنا من audio لتكس دون احنا كندو كرجع لنا تكس دون نحن في الأول يكون عدنا رو audio data audio sample هال audio sample كنشدوه كنقسموه وكنحاولو ندكتو كل حف بوحده دون يعني هال audio كتقسم وكتحاول نجبدو كل حف بوحده هاد العملية هاد اللي كيقوم بها واحد الموضل اسميته Acoustic Model اسمح لي دون الأكoustic model اش كي يدير دون هو بحالة ديجا عارف هاد الحرف كيفاش كيت نطق دون كأنه كيقلب لك على هاد الحرف في ال audio دير وعند واحد يعني كيدير واحد العملية أخرى اللي هي كيقلب على الحرف يكون تابع حرف آخر يعني شحال شحال يمكن أن او تجي بعد او وشحال ال تجي من بعد او دون يتباز على هاد ال probability باش انه يمكن من ان نعرف الحرف اللي تجال في هذا audio من بعد اش كي اعطينا هاد الاكوستيك موضل كي اعطينا واحد سلسلة دي الحرف فار اكزابل هنا هلو ماي فون ايز كي اعطينا سلسلة من حرف دون ما بحالة ما مفضقينش بالكلمات يعني كل كلمة بوحدة ما كنعرف وعش دون هنا كي يجي language model language model كي يعطينا word يعني word per word يعني كلمة بكلمة من هاد السلسلة دي الحرف اللي اعطينا الاكوستيك model كي حاول يعطينا بكلمة بكلمة دون هاد ضوض دي الوحد وغير يعطينا كلمات وهو دي جم تريني وعارف الكلمات دي كل language يعني كي كون specific لكل language دك دون من بعد ما تكلمنا على speech recognition وقلنا ان المشي لازم ها ضروري وحد data تكون عندك دون هنا غير بدون ندويو على step by step كيف ترتيل وصلوا لهذه الابريكاسون لان انك تقدر تقرى قرآن ويعرف صحيح يعني يصحوا لك واش خطأ يعني واش الآية خطأ او صحيحة ويعرف كيف اشمل الآية بالضبط تقرأ باش يبدو هاد الامر اول حاجة بها هي data collection data collection خاصهم ضروري يجمع الداتا دي اللي عندها علاقة بقراءة القرآن يعني هاد الالاوديو اللي كتتقرأ بهالطريقة هو دي الآية الفلان فلان فلان اول حاجة هنا يكينين وحد challenges اللي هما data قليلة علاش احنا يعني ك Arabic سبيكرز ما ما ندويوش باللغة القرآن اللغة القرآن كستعملوا منها بعض الكلمات ولكن اللغة القرآن يعني اللي كانوا كتكلموا بها العرب في درس وصلا لك باش انت تلقى شي data مجودة بهذيك اللغة صعبة لنك ريخصك اول حاجة هذيك data سات ثاني حاجة هي تقدر الانسان يفكر يقول موجود القرآن يعني في الانترنت اي واحد يمش اليوتيوب رغير القرآن الاشكال في هذا الامر هذا هو انه اول حاجة هذو القرآن يعني كيكون الكلين يعني الاوديو ما 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 ممكنش انت دير واحد الموضل انسو بازون على هال data خاص دير واحد الموضل اللي كيعرف يعني اي حاجة اي واحد قرار لواحد من واحد يالله كيتعلم الواحد متقين يعني ممكنش مثلا انا كإنسان عادي كنقر القرآن ما كنقراش بتجويد وحدا اصباع وحدا ناس كيدويو يعني نستعمل واحد عندهم يعني الاوديو clean so ما عندناش normal reciter data دونك هنا ترتيل كالسلوشن يعني باش تجمع الديتا داروا واحد الويبسايت اللي كتجي انت كتقرأ الاية كتتشكور في الاية مكتشو باقدامك وكتقرأها سيمبل كيبيت سيمبل كيبيت شورت زيمبل يعني فكرة ذكية و سيمبل انك تجي كتقرأ وكتش مشي يعني هذي باش نجمع الديتا ماذا هنا نبقى في الاشكال كيفاش غنوصل الناس اللي يقرر دونك هنا كيفاش غنوصل الناس اللي يقرر صراحة هنا داروا يعني أفكار أبداعوا صراحة ماركتشنج هذه ضرورية يعني عرفوا يعني داروا الماركتشنج ديانهم داروا ديموز يعني غير بغاو يجمعوا الداتا ديان لقوآن يعني كداتا كداتا ايديا ومن بعد وردات واحد الـ AI تول اللي كي يقرر يكور يجيلك نساء القراءة ديان دونك داروا الديموز وأصلا يعني هذوك الديموز ديانهم هما اللي تبازيت عليهم مجلس التقرسنتاتيون وكينو ايديا أخرى اللي وصلنا النيفو أن ترتيل داروا الابليكاسون ديانهم ديك ساعة يعني وليتي تقدر تقرأ قرآن في الابليكاسون مبقاش يعني مبازع هذيك السولوشن اللي هي في الانترنت للويبسايت اللي داروا واللي تداروا واحد الـ AI ديال اللي هي انوفيتي صراحة في رمضان اللي هي رسيط قرآن قرآن يعني حالة صراحة وين وين سو ههنا من بعد فاش ولا تعدنا الابليكاسون ولا هاتش اوتوماتيك يعني صراحة الابليكاسون سهلت بزر ولا تحد الـ اوتوماتيك ديتا كوليكشون كي يجي راو أوديو ديتا راو أوديو ديتا يعني كي جيني شان من 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 اللايبري اللي هي مسؤولة في الفون في تليفون دي على الأوديو دي راو تحل الابليكاسون ما كنت بروسيسون كي تدار عليه باش يبقى ذاك شي as fast as possible من بعد كتجي تحل الابليكاسون كتستوكي هذك الأوديو فايد مع واحد الميتا ديتا عليه يعني سام pre-annotation metadata ensuite كتجي من بعد مجمعنا الداة كان وليو في واحد لفاظ دي ال-annotation شنو كان قصب ال-annotation يعني هنا كان جيو خاصنا نديرو شوية يعني أننا بأول حاجة نفري في وديك الداة اللي جمعنا فاقفو يقدر يكون شي أوديو خاوي يقدر مثلا يكون شي آية مقرية بطريقة خاطئة ممكن شنو تتباظ على هذة الانفرمات دون هنا كانو two challenges اللي هما privacy وكان big amount of data privacy يعني الإنسان اللي قراه بلما عدنا نعرفو الإضانتة ديالو الهم ديالنا هو القراءة ديالو والbig amount of data كيفاش غنجر وهاد يعني من بعد ما دارو هذك data collection اوصل للميليون دو داتا لي جمعو دون كيفاش احنا نقدرو أننا ديالو الانوتاشن قاعد data so the first solution كانت هذ ويبسايت من بين الحويش ديالو الترتيل team أنهم تباع يعني تانسپير من موزيلا ويبسايت باش أنهم يفاليديو وش الآية صحيحة ولا ماش صحيحة دون هنا غير كتجي كتشوف الآية كتسمع الأوديو كتدي yes or no يعني ماش نصحيحة ولا مصحيحة أسويت مين ولت الابليكيشن ديال الترتيل ولا يعني واحد يعني هنا واحد الـ الـ هي واحد الـ automatic pre-annotation يعني كيجي raw يعني الـ audio كيجي كيدود من واحد الـ API ديال Google speech to text اللي غير كتحولين هذك الـ Arabic transcript اللي text Arabic وأنسويت من بعد هم عندو موال algorithm اللي داروها أثاغ اللي هي search algorithm كتحول في القرآن على هذك text وقد ديال واحد pre-annotation يعني بحالة قلتي غير pre-annotation بقي شي حادك شي مزيان نازم خاص يجي إنسان اللي هو يفاليدي دك شي وهنا يباش يجي هذي الناس هم يفاليدي هذك الـ ديال لجماعات من الـ application هنا ستعملوا دي tools اللي هما استعملين بزاف في data science community الناس اللي في data science يعني موزون stage maker يعونك أنك تقدر تجري هذ الـ point هدا دون هنا انفوان تدتي اللي بل ديال ديال عندك data من ذيانا كندوزو هنا الموضل ديانا خاص نختار الموضل ديانا دون هنا تشالنجز في الموضل ولا بحالة نقول شنو اللي خاص نباعي ولي في الموضل هو خاص يكون عندنا موضل مع موضل وموضل التي يمكن تجري في الموضل ثانية على البرائباسي والأولى هذا موضل موضل يعني فاشكت ندير السوش على هذا هو أنه يعني يقدر هذا الموضل إضاعي لهذا النقطة اللي نحن في القوآن اللي هي مثلا يعني يقدر يكون مثلا حمي لجينا نقرأ الآية يا أيوه الذين آمنوا نغمال ما هي تقرأ يعني حين القوآن تقرأ بطريقة بتطيل يا أيوه الذين آمن يعني كين وحد المد في أيوه خاصنا راعي لهذا البوان هذا لأن تطيل كالترات في الأول يعني يصحح الكلمة من بعد هما يريدون أن يصح الحرف من بعد يصح التشكيل من بعد يصح جوي يعني هنا الموضوز اللي خدموا بهم تطيل كبداية وكانوا غادين وشوية بشوية كيتطوروا يعني كبداية بدوا برن غير هنا هو صح كيتباز على short term long memory ولكن in practice ملقاوش بالصح يعني ملقاوش خدام مزيان دونك هنا يعني استعملوا واحد الموضوز اللي هو LSTM اللي هو نيت هو رن موضوز وكيت اغنشوفو يعني نشوفو بنازل شح ديال وكين واناد موضوز اللي هما قوازنت وسترين اوكي ضنك اغنال هو اللي شتحنا في البداية LSTM هنا انه يعني كل كاراكتر كيتباز على انформation كتجيه من قبل يعني كتبقى هذك يعني كيبقى منتوني هذك شي اللي كان قبل باش يدي ال prediction ديالو هذ LSTM يعني هما كمبيناو مع واحد ال algorithm ديال CTC decoding دونك نغمال مون مثلا يعني هما بقي نتلافاز ديال غير انه كيتقر القرآن بقي ما كيتح حش تجويد وكيتح وغير الكلمات دونك هنا خصنا خصنا نانيميني هذو ال redundancy دياله دوك ال ردندنس اللي لديو الحروب دونك بإيقظم هال سيدي decoding شنون اللي كي خوول انك هذك المد اللي كتعود دونك الاخر يعني كتعطاك كحرف واحد دونك ده بحث الحاليا تعطي يعني كيستعملوا قوازنت قوازنت هو واحد ال NVIDIA ديال NVIDIA موبل اللي كيخوول انك تقرأ ديال fine تيون ومفيد fine تيون هو بحال concept ديال أنك لما كتتعلم في واحد المجال و كتكون يعني كتكون خدام في واحد المجال وكتتمشي في واحد المجال جديد ما هذك المجال جديد هذك المعرفة اللي كتبنيها في المجال جديد كتحاول تبنيها على الإكسperience اللي كانت عندك قبل يعني كتحاول تفهم الأمور جديدة ونصب برطان على ذاك شي اللي كان قبل داب الفاين تيون كن ناخد واحد الموضل اللي هو pre-trained يعني دايجا مثلا الموضل دا training على ال animal data وكن نحاول يعني نعاول ندير واحد data ديالنا مثلا يعني بغينا احنا واحد الموضل اللي غايد اتكتل لنا الخيول دونك احنا غن ناخد واحد الموضل اللي هو ومن بعد غن تريني وعلى دوك ال specific يعني specific يعني data اللي عندنا باش يدير واحد ال result وهنا ترتي من بين الأمور اللي اللي لاحظوها وهم يعني في ال application أنه يلاخ ديالتي موضل ديجا pre-trained على واحد language data ودات اللي التريني على ال data ديالك يعني ال data كانت الأكوريسي طالع يعني الدقة دياله كان طالع في حين لما هم كديروا التريني من البداية على ال data ديالهم دونك هنا كانت الأكوريسي طائحة وعاد البوان ثاني في هذا الموضل هو يعني يقدر يقدر يكون ديبلويد في فون و ستريني التي تكلمت عني قبلا هو غير واحد version avance ديال quardinet هو ديال nvidia دابا دابا انفواش فينا الموضل كسر ثانية هي فين غن ديبلوير هالشي دونك سولوشن فرس كانت هي فرم ترتي التيم كانوا كيبي شوشن سيبول يعني يخدروا واحد الماشين ديال الماين ودادوا فيها تريني وحوست فيها يعني ديبلوير فيها الموضل ديانون بشيخ الماضي انسويت كانت واحد الاركيتكتور اللي خدموا بيها اللي كدير بري بروسيسين وانسويت تريني من بعد يعني هاتشي step by step يعني هذي هي السولوشن يعني ل واحد الاركيتكتور آخر اللي خدموا بيها اللي كتبازة على انفيديا ريفا وهد انفيديا ريفا صراحة اتس بري انفيديا أصلا و يعني كتقدر هو open source و على فكرة يعني قاعدوك داتا اللي جمعت في AI في ترتيل دي القرآن هي open source تقدر تلقاها بجيتهاب في ترتيل ML وتقدر تست يعني انتر راسك لو بريتي تخدم على شي موضل ديالك و انفيديا ريفا هي open source تقدر يعني تقدر تحوست فيها الموضل و تقدر تقدر تدير فيها tuning الموضل وتقدر تدير training بالداتا ديالك وسلوش ثانية هي AdWords Cluster احنا نشوف الاركيتكتور اللي كانت ببوز دبع R-T-L-T دنك هنا نرمال مو كين واحد الادوور ECS Cluster اللي في واحد EC2 services مهم هو الاركيتكتور for scaling ادوك EC2 services هم اللي كيهوستيو فيهم NVIDIA Reaver وكين واحد load balancer قبل من هذ cluster دنك هنا يكن واحد الارتكل في NVIDIA NVIDIA ويبسايت about automating real-time Arabic speech recognition صلاح هنا كيشرح وكيف اشترطي الخدم بال NVIDIA Reaver في السلوشن ديالهم صراحة it's very interesting وفنالما في النهاية هذا هو السلوشن الـ الـ الاخير اللي هي زيت هذي صراحة هي كتكلف بكل شي يعني كسلوشن كتكلف بالـ الـ production كاملا ونت كتبقى مفوكاليزي على الـ 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 ديالك سو هنا هاو ما سام رسوس اللي تبازت عليها باش دات الـ 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 صراحة هنا ومت رتيالين يعني أنس كان شرح يعني قاعد steps اللي تبازوا عليها وقاعد solutions سو فور خدمة خدمة لدات صراحة كانت خدمة كبيرة وصراحة حاوة نقدم هادك شي لي دارو وحاوة نشرح يعني ذك شي لي دارو يعني المراكو كميونيتي المغاربة باش يتهم انشاء الله يعني معللش واحد يعني يكون ديجة هو واقف على هد القوان ولا بغي عرف ته على speech recognition خصوصا من نسبة القوان حين كين الريسورش قلال صراحة قلال في هذا الدومان يعني ما كتقاش بزاف الريسورش يعني مقارنة مع اللغات الأخرى وصراحة كبروجي اللي صراحة يستحق أنه يتدعم وكبوان أخير يعني انت لما يعني غد تاخد تطيل وغد تقرى فيها لك التريني واحد الموديل يقدر يكون نفعل بزاف الناس من بعد غير علمهم غير صحح لهم طائن يعني انت كأنك تكون تريني واحد الـ AI اللي واحد نهار غد نفعل الناس بزاف دونك ألاك مأجور هذا مكان ودونك هذه الفرزنتات سلام عليكم مكان سمارك شبريم تريني تريني ميوت كنت نقول لك شبار الله إليك صراحة برزنتات أنا ما عندي ما نقول الله يب حسنا كنين دا كسيون مزاف جينا صراحة جباش من لأ برزنتات جالك كيش جوف فيك في الكومنتر كن واحد سؤال جيل نوها قلت لك بالنسبة للموضل وش هو الوحيد المستعمل في الحال يعني تختلفة ديال الريوايات يعني كل واحد كيقرب أحرف مؤينة ولا كيف البران آه صراحة دبا هو هد البران هد كيف ما كتعفوا يعني قوآن كينا روايات مثلا حدا في المغرب كان قلوا بوش و مثلا في سعودية كان قلوا بحفص غالبا في يونيش الساعة كان قلوا بحفص دبا هو الموضل حد ساعة يخدم بحفص يعني و يعني غيكون مزيان يخدم مزيان في حفص يعني يعني هو نعمال ما سيكون سهلا أنه يدوز للرواية الخليل صراحة من بين الأشياء كنت كنت نقول مراثي حتى نحن مغرب لحد ساعة يعني كنت قلوا بوش كيف نستفيد من الترطيف لحد ساعة هو أنت تستفيد منه بحكم أنه ساعة بقي في الالفل أنه كيسح حقير مع الترطيف الموضى الأكثر أنا عندي سؤال وش أسمحوا لأنني مشيت دروبيت مابيل بريزمت لأنني أخبرت كشركي يا أولي الله ولكن وش كتاخد قواعد جويد وكتصد غصر من كي من كتكون خدام أو غير تمام سي محمد دونك هو صنح لحد الساعة بقي هو الكلمات هو بقي في الكلمات نظر قواعد التجويد يعني هو صراحة قواعد التجويد هذا هو الأخير لحد ساعة سوف يدوز إن شاء الله الالفل الأحرف يعني صح بالحاف بحفظ من بعد ساعة التشكيل حيث القرآن يعني تتشكيل هو مهم عاد من بعد التجويد يعني لحد الساعة بقي ما ينشط القضية ما هادو صراحة صراحة جايين نحويز زوينين ما شاء الله وتا واحد البرنامج ما ذكرتوش في البرزنتات اللي هو بحالك يحاولوا هم هم استغلوا هادو الموضل هادي كانت غير عندهم انترن بقي ما ما خرجوه هو بحالك يشوفوك القراءة ديالك الأشمن مقرئ قريبة مثلا انتك تقلد شي واحد ولك يعجبك شي واحد بحالك يقولوا لك حال انتك تقلد ذلك المقرئ يعني هادي تانية من بين الحويذ من يردين شاء الله اشتركوا في القناة